السلام عليكم ازايكو احلى متابعين في الدنيا معاكو عبير من قناة منوعات بوتة وحكايات عبير وفي الفترة الاخيرة ابتديت اعمل حكايات واخبار عن الفنانين والفنانات وطبعا انا عملت فيديوهات شورتس كتير جدا عن اخبار الفنانين والفنانات بس في الحقيقة اخر خبر انا عملته شورتس وبعمله دلوقتي فيديو لانه استفزيني جدا وهو اصالة بتقول على مصرح في مهرجون الرياض بتقول ان اساس نجاحها كله الفضل فيه يرجع للمملكة العربية السعودية لا ربع ولا نصه ولا اي بلد تاني او اي مكان تاني له الفضل عليها الا السعودية طبعا ده منتهى الجحود لسبب بسيط جدا ان انت يا اصالة ما تشهرتيش ولا كان ليكي اسم غير لما جيتي مصر ما تعرفتيش غير من مصر ومصر هي اللي عملت لك تاريخ واسم زيك زي اي مطرب عربي جلنا من اي بلد عربي وعمل اسمه وشهرة ومجد وتاريخ جوه البلد دي فياريت ياريت ما ننساش فضل البلد علينا ما تنسيش ان مصر هي اللي عملتك ما تنسيش ان انت اتجوزتي في مصر وخلفتي ولادك في مصر ولادك مصريين وحتى انا شفتلك فيديو برضو وانت بتلبسي ولادك الصغيرين اللبس السعودي تمام انت ممكن يكون لك انت مقدل وقت سعودي على اساس ان جزك سعودي فتمام ده كويس مش مختلفين انما انك انت تهدري القيمة والتاريخ اللي مصر دي تقولك لا انت ما كنتش هتتعرفي الا في مصر ومن خلال المصريين فياريت تفتكري ان كل اغنيكي وشخصيتك اساسا وشهرتك اتبنت في مصر مش في اي بلد تاني ده بصراحة بالنسبة لأصالة بالنسبة لأنغام بنتقلها كلنا من قلوبنا ان ربنا يقومها بالألف سلامة لولادها أنغام دخلت المستشفى وعانت كتير جدا كانت دخلت تتعالج وتعمل منظار واتضح ان هي جالها بيقال ان هو جالها شلل في الأمعاء مضاعفات فيارب ربنا يقومها بالف سلامة بالنسبة لمن شلبي طبعا القضية دلوقتي في ايد القضاء لان هي اتعرضت على النيابة واخدت اخلاق سبيل بس منها الواضح ان في اقوال متضربة في اقوال بتقول ان منها جابت الحاجات دي وهي ما تعرفش ان هي يعني فكرها شوكولاتات وحاجات وفي اقوال تانية بتقول لأ ده هي منها بتستخدم الحاجات دي وان هي بتجايبها منبرة استخدام متعاطي شخصي رأي تالت اللي هو رأي منها لما قالت انا كنت بتفتش في الجمارك وخرجت لقيت الحاجات دي فأقوال كتير فالله أعلم بالحقيقة فربنا برضو يخرجها من الكرب اللي هي فيه ويهديها يا رب بالنسبة لشرين عبدالوهاب هي دلوقتي المفروض أن هي قطع كل اتصالاتها وكل حسابتها والناس بتطلبها أن هي ترجع حسابتها تاني علشان يقدروا يتواصلوا معاها خرج حسام حبيب ببوست كده تقريبا هو اللي كاتبه عن لسانها يعني أن هي بتشكر الناس وأن هي في أجازة وأن هي بتحضر لألبومها الجديد وأن هي مبسوطة جدا أن الناس مهتمة بيها وبتسأل عليها طيب أنا متهيق لي واحدة زيك يا شرين وشافت ولقت كل الحب دوت من الناس المفروض يعني أقل حاجة ممكن تقدميها أن أنت ترجعي حساباتك اللي الناس بتتواصل من خلالها معاكي ما يبقاش رد الجميل للناس والجمهورك أن أنت تختفي وأن أنت تلغي كل حساباتك طب ليه يعني أنا مش فاهمة إيه الهدف من كده يعني مش عارفة بصراحة هي وجهة نظرها إيه بس كل واحد حر في حياته بس الغريب أن الشعب المصري شعب طيب جدا وبيدي لهم شهرة وبيديهم اهتمام وبيدي لهم حب بس في الآخر خالص إحنا بنلاقي أن اللي بيظهر لنا أن هم مش مهتمين بالحب دوت أو بيحسوا أن الحب ده شيء عادي الحب الجمهورهم ده شيء عادي وحقيقة مسلم بيها بس لأ أنتوا غلطانين الجمهور زي ما بيعلي النجم في إيده أن هو ينزله لما بيلاقي أن النجم ده مش بيقدر مشاعر ولا حب الجمهور ليه في حاجة تانية برضو عايزة أتطرق ليها وهي كان في خلاف بين محمد رمضان وزينا كانوا بيصوروا وكانت زينا واخد أولادها معاها فمحمد رمضان بيقول لها دي مش حضانة يا أستاذة أنت كده ده إيه اللي تزوق وانت بتعطلي التصوير ومش عارف إيه فردت عليه وقالت له ده بريك يعني مش حاجة يا محمد ما تكبرش الموضوع طبعا محمد سكت ومن ناحية تانية رح قوم عليها المخرج محمد سامي خلها سمعها كلمتين وقال لها أنت يتسيبي أولادك في البيت وتجبلهم حاج يتوديهم عند حد يعودوا معاه طبعا إحنا المفروض أن أنتوا فنانين والمفروض أن أنتوا فيه من خلال تصويركم بينكم وبين بعض المفروض يكون فيه تعاون وبيكون فيه ود المشكلة أن هي رايحة ومعها أولادها وهي بتصور عشان تبقى متطمنة عليهم وأن هما قداما إنيها من ناحية تانية برضو فيه قضايا برضو أو كالعادة زي كل سنة زينة رفع قضية على أحمد عز لزيادة النفقات بتاعتها غلق معيشة ومصاريف المدارس بتاعت الولاد فالمحامي بتاعها لما عمل جاء إحصاء كده لدخل أحمد عز اكتشف أن أحمد عز دخله شهريا فيما يعادل 40 مليون جنيه طبعا ربنا يرزق كل يا رب وربنا يهدلهم الحال من ناحية تانية برضو خبر جديد إن داليا مصطفى طلعا بتستغيص إن حسس الدروس الخصوصية غالية جدا ودرس الكيميا من 750 ل 900 جنيه قعدت بقى تحسب إن المدرس لو اشتغل 8 ساعات هياخد 7000 في اليوم وقالت لأ ده أنا كده أبتدي أعمل تربيزة كبيرة ودي فيها محاضرات وأعمل دروس خصوصية هيبقى أحسن كتير قوي وهكسب أكتر من ناحية تانية برضو ياسمين صبري بيقال إن هي اتجوزت محمد عاد الإمام وأنا عملت فيديو شورتس برضو يعني بالخبر دوت وطلع بصور إن فيه مأزون وفيه كتب كتاب والله أعلم هل ده صح ولا غلط هل دي مثلا دعاية لفيلم جديد مش عارف بس هو أكيد أكيد يعني إن هو حقيقي وإن هو هيتجوزها لإن المفروض إن الفستان بتاعها بيقال إن هو من ألماس فالله أعلم هل دوت تصوير ولا هي دي حقيقة دي كانت تجميعة للأخبار الموجودة على الساحة وكل جديد من الأخبار أنا بعمله فيديو شورتس وبعد كده عمل لكم تجميعة للأخبار كلها وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ولو عجبكم الفيديو أعملولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلكوا كل فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة